بسم الله الرحمن الرحيم مجلس وعي ينضح بالفكر الممانع وأرضا خصبة لبناء النقد وتأصيل جذوره وتحفيز العقول والإرادات على البذل في الحق وحفظ حق الشعب ورأيه الواعي وعدم مصادرته ولنتحيد أرض التكبيرة الأولى عن ذات الدرب والمنهج لحفظ الثورة ومسارها من كل ما يشوب الساحة من درا أيها الحضور الكريم تنتهي ثلاث سنين عامرة بالبناء الفكري والميدان وتثبيت الثورة ومبدئها ورغم شقوة وقسوة هذه السنين في شباب الميادين الذين هم عمادها جسدا وفكرا هي عمليا حمل يوجب منهم مواصلة الطريق حتى نهايته بالخلاص من كل النظام الخليفي وبداية وطن العزة والكرامة ومن هذا المجلس الممانع ومن خطاب استاذه المغيب نجدد وعلانه بالصمود هذه الثورة وأنها لم ولن تتعب ننشد العزة والكرامة والأنفة وندفع غال النفس ثمنا في سبيل الثبات والمنعة للشعب وثورته ندخل عامنا هذا من الثورة بعظيم الثقة بخيارنا الشعبي بإسقاط العصابة الخليفية عنواننا وعي ومقاومة وهدفا والخلاص من النظام الخليفي وقبيلته المتخلفة المجرمة وتقرير هذا الشعب العظيم لمصيره وسنجدد بكل يوم فيه هذه الثقة وهذه الإرادات التي لا تهن ولا تتراجع ما دام كل ما يمضي فيها بعين الله ولأجل الحق وبوعيكم الشعبي وبإيمانكم بسنة التغيير هذه الثورة لن تتوقف إلا عند بلوغ هدفها ومعاقر بكل ذكرى للثورة يدعو الخليفيون دعوات الرذيلة إلى مستنقع الوحل السياسي ووعد الثورة وأوهام الحل بصفة الأزمة السياسية وهذا لغو سياسي خارج نطاق الثورة وخارج منهجها الرافض للوجود الخليفي كمبدأ أساس بعد إهراق دم الشعب أخيرا إنا ننتهز هذه الرعاية وتجدين شعار ذكرى الثورة من كافة القوى الثورية في الميادين واجتماع إرادتها في بيت الشعب لإعلان منقفها الواضح والصريح من الساحة السياسية وما يدور فيها من مشاريع تضرب عمق مشروع الثورة وهدفها وندعو الجميع لوقفة عز من الثورة وسقفها مع بداية عامها الرابع مقابل كل الدجل السياسي المتربص بها من النظام الخليفي ومفرزاته الملكية وختاما مع المبادئ والقيم ومع الثبات والتضحية ومع كل أبجديات فجر مجيد بزغ في الرابع عشر من فبراير قبل ثلاث سنين حيث علت الدماء ورخصت التضحيات هذا الشعب يريد إسقاط النظام شباب وإدرات